مشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المعتاد حوار مع طبيب النهاردة معانا ديف جميل ديف عزيز ديف بقالنا فترة كبيرة حابين نستضيفه معانا وفي الاخر لب طلبنا وجي معانا طبيب الابتسامة الحلوى دكتور محمد حامد شكر دكتور محمد حامد شكر اخصائي طب وجراحة الفم وزراعة وتقويم الاسنان في برنامج حلقتنا دكتور محمد رحبا حضرتك معانا اهلا بحضرتك الدكتورة وبقال صحابة جمال طبعا في بداية الحلقة زي ما قلت حضرتك حضرتك يعني صاحب الابتسامة الجميلة معانا ايه صاحب الابتسامة الجميلة ان احنا معانا حاجة جميلة حضرتك انا لاحظتها بنفسي عند حضرتك في الايادة ان كل مريض بيجر حضرتك طبعا في حاجة اسمها عند حراك تجميل كلمة تجميل دي شاملة حاجات كتير اول بنحط تحتها بنود البند الاول طبعا ايه التركيب التاني الزراعة التالت اللي هو التركيبات التجميلية وده اللي حضرتك هتتكلمنا فيه باستفادة للسادة المشاهدين بالوقت نعرف من دكتور محمد القيمة والقامة العلمية الكبيرة طبعا لو تكلمنا عن التجميل طبعا هنقول الاول خالص التركيب مفهوم تركيب الاسنان مع حضرتك من مفهوم الطبي طبعا التركيبات كذا نوع فيه تركيبات سابتة وتركيبات متحركة وفيه دي الزراعة طبعا بالنسبة للتركيبات السابتة ده الاغلب النسبة تحب بتفضل تركيبات السابتة طبعا احنا بالنسبة لنا مش كل حالات ينفعلها ومش كل حالات ينفعلها زراعة ومش كل حالات ينفعلها تركيبات متحركة طب لو تكلمنا عن التركيب نفسه احنا حضرتك قلت فيه تركيب سابت وتركيب متحرك عايزة اعرف من حضرتك الفرق بينهم ايه ايه الفرق بين التركيب السابت وتركيب متحرك وهي هو ما الافضل طبعا هو من اسمها يعني التركيبات السبتة طبعا هي بتبقى سبتة مع المريض ما بتتشلش خالص بتبقى معاه التركيبة المتحركة طبعا بالنسبة لها بتتشل وتنحط وبتتغسل يعني هي بالنسبة لها دي حاجة ودي حاجة تانية خالص بس أيوم ما يفضل يا دكتور لا تركيبات السبتة طبعا والأفضل منها طبعا الزراعات شغل الزراعة ده أفضل طبعا من تركيبات السبت طيب فيه مثلا بيشنت بيجي لحضرتك أنا عايز معلش أسفة يعني أنا معنديش المقدرة للزراعة لأن الزراعة مكلفة زي محرك عارف فأنا عايز أعمل تركيب طبعا فيه هنا مقاييس للتركيب أو فيه بدايات حضرتك بتبدأ بيها مع البيشنت طبع حضرتك عشان نعمل تركيبها إيه بقى الاستعدادات اللي ممكن البيشنت بيعملها مع حضرتك عشان يعمل تركيبها نحن الوقت بتبص طبعا على الحالة مش كل حالات زي ما قلت لحضرتك بتنفع معها تركيبات سبتة ومش كلها ينفع معها زراعة فإحنا الأغلب اللي بيجي عايز حاجة سبتة مش عايز حاجة متحركة فإحنا بنبص على الحالة الحالة طبعا لو طبعا سنانها كويسة والعظم عندها كويس بنيجي نلجأ للايه للزراعة طبعا إحنا بنيجي نعمل زراعات وزراعات سبتة وده الأغلب بيطلب الحاجة زي دي مش عايز حاجة طبعا تنشاله وتنحطه كده طبعا وبالنسبة لنا طبعا لو التكلفة معها بتبقى عالية بنيجي نعمل تركيبات سبتة وطبعا بالنسبة له تركيبات حركة دي طبعا أقل حاجة ده أقل حاجة طيب دكتور التركيبات أنواع طبعا طبعا أنواع التركيبات سبتة نفسها أنواع زي فيه طبعا برسلين فيه إيماكس فيه زركن فيه كذا نوع بالنسبة للتركيبات وكل يوم فيه جديد بالنسبة للمجالنا احنا كل يوم فيه جديد بالنسبة للتركيبات طبعا أعلىهم الإيمكس وبعد كده الزركن وأقل حاجة هي البرسلين ده بالنسبة للشوف والبرسلين نفسه أنواع كانت تركيبات سابتة البرسلين نفسه أنواع طب دكتور يعني فيه مفهوم كده معرفش هو طبعا مفهوم طبي حضرك طبعا أضربيه مننا ففيه أنواع دلوقتي موجودة على الشاشة قدامنا حنشوفها مع حضرتك دلوقتي هي دي أنواعها زي ما حالك قلت فيه بورسلين وفيه زركن وحتى البرسلين نفسه ليه أنواع زي ما هو واضح قدامنا دلوقتي طيب يعني لو عملنا بورسلين على طول هل ده فعلا مكلف ماديا لا البرسل بالنسبة لنا مش مكلف بس طبعا الأفضل فيه زركن أفضل طبعا في التركيبات السابتة بيبهلسي البيشنت أكتر وطبعا السمك بتاحب بأوليل جدا وبعد كده الإي ماكس ده طبعا أعلى حاجة ده بنستخدمه إحنا كده كترة في الشغل التجميل كفينيرز أو أي شغل تركيبات تجميلية وبالذات كسنان أمامية طبعا بنيجي نعمله الأفضل إي ماكس أو زركن طبعا أنا جاي مع لشي النهاردة أتكلم باستفادة مع دكتور محمد لو قلنا أن التركيبات لها برضو زي ما لها مميزات لها عيوب لكل قاعدة شوائزة ما نعرفين قريدي إن احنا بالنسبة للتركيبات السابتة في حاجات بتتعمل دي برضو لما الناس بتعرفها بتقلق شوي بمعنى إيه؟ أنا بوضح النقطة دي على أساس أن البيشنت حضرتك لما بيجي لأ بيبقى في حاجات كده معينة زي برض الأسنان قوي تمام؟ طبعا البرد الجامد قوي ده أو شيل الأسنان أو حط فوق أسنان الكلام ده كله أنا عايز أطمن أستاذ المشاهدين معنا دلوقتي على الخطوات اللي حراك بتعملها بدنسبة التركيبات هل ده حقي؟ أه طبعا إحنا نبرد السنان عشان نيجي الركب سابت نعمل نظام زي بريدج سوى بنعمل مثلا تلبيسة أو بنعمل كبري كده كده لازم هنبرد السنان فإحنا دلوقتي بالنسبة لما بيكون في زراعة بتوفرنا إحنا برض السنان إن أنا أجي أبرد مثلا لقبلها واللي بعدها عشان خاطره ركب كبري فبالتالي بلجأ للزراعة نيركب مكان اللي مخلوق فقط لغير يعني أنت جاي خلق مثلا درس أو سنة بتركب مكانه زرعة سنة أو درس بس مش بيتيجي مثلا تبرد القابليه تبرد البعديه طبعا دي ميزة مقارنة طبعا الزراعة طبعا بالنسبة لك حالة العظم وكأن العظم مثلا يمسك على الزرع ده طبعا أفضل بكتير من التركيبات اللي السبتة لأن العظم مع الوقت واللسة بتفيد نهاية كش تحت الايه تحت التركيبة بيحصلان تكاسة تحت تركيبة بتدخل أكل مع الوقت بيبلغ عمر افتراضي معنا صح الحالة عايزة حاجة مرة واحدة وتقعد معاه ده اللي حنتكلم فيه مع حضرتك حالا دلوقتي طيب حضرتك دي بالنسبة للتركيبات لو جينا للحاجة الأجمل والأقيم بالنسبة للوقت وبالنسبة للمتانة وبالنسبة للشكل الجمالي شهور حنقول الزراعة طيب لو قلنا الزراعة تمام كده الزراعة برضو لها مقييس ولها مفاهيم مفروض طبعا ان لازم اجتدى مشاهدين دلوقتي معنا يعرفوا يعني ايه المقييس ويعني ايه اللي لازم يحصل او مين اللي ينفع يتعمله الزراعة سوري او مين اللي يتعمله الزراعة فاحنا عايزين ده توضيحي بقى من حضرتك مادئيا اي حالة اي حالة عايزة تزرع بيبنى معنا سن معين من فوق 16 سنة وطالع اي سن معين معاكل اي وقت بالنسبة لي بس اهم حاجة في الحالة يتوفر كذا حاجة قبل الزراعة طبعا بنطلب اشعة معينة ودي بالنسبة لك زي سوريسية الابعاد كده اسمها كومبيم بنطلب بناءة على الاشعة دي بنحدد حالة العض وحالة اللسة وحالة الفك معانا ان هل ينفع ان احنا نيجي نحط زرع ولا ما ينفعش ده قبل اي حاجة ده شروط بقى اه ده طبعا طبعا دي شروط طبعا طب دكتور محمد حنطلع بس فاصل وحنرجع لحراك تاني اعزان المشاهدين فاصل ونعود مشاهدين الكرام ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور محمد شكر اقصائي طب وجراحة الفم والاسنان وزراعك وتقويم الاسنان براحب بعدك معنا معادي اهلا بيك يا دكتور اهلا معادي طبعا احنا قبل منطلع فاصل كنت بكلم حضرتك في موضوع الزراعة اللي هو موضوعنا المهم جدا طبعا احنا عايزين برضو شرح توضيحي من حضرتك ازاي بتتم الزرعة ان في مفهوم يا دكتور يا كد يكون فعلا قطأ انا في نظري انا ان هو قطأ قوي ازاي حعمل الزراعة اولا نمبر وان في الموضوع ان الزراعة مكلفة مديا جدا طبعا هي بمقارنة بالتركيبات ومدتها ومكانها ووقتها وشكلها الجمالي هي مش غالية تمام تي حاجة الحاجة التانية ان طبعا الزراعة بتدي شكل اجمل بكتير بتحافظ على الاسنين اللي هي تحتها مثلا مش بنامل برضو بنامل كلامين فطبعا احنا عشان نقول فيه زراعة فيه مقييس معينة حضرتك بتعملها زي حالك ما وطحت من شوية وقلت مش اي حد بيجيني بقوله على طول كده انت حتمت زراعة اوكي فيه انسان ينفع يعمل تعمله وفيه انسان ما ينفعش تمام اصحاب الامراض المزمنة هل ينفع يعملهم زراعة؟ ينفع لو هو كنترول يعني مثلا حالة انت بالنسبة لك حالة عندها السكر أو حالة عندها اي مرض وكنترول انها مسيطرة عليه احنا بالنسبة لنا ننفع نعملها زراعة مش اي ومش اي ومش حد عنده مانا يعني بالعامية كده احنا بنتكلم بتوضيحي وكل الناس اللي قاعدة تسمعنا دلوقتي كنترول للحالة يعني هو مثلا مزبط سكره اه مزبط طبعه وبيتابع مع الدكاترة طبع نعايزين كله يفهمنا مزبط ضغطه مزبط سكره مزبط كل حاجة اوكي فكده قريدي ان الحالة ينفع يتعملها سعينة زراعة اما الحالة بالنسبة لك لو مثلا بتتابع مع الدكتور كله فين وفين وبالنسبة لك مش مهتم ان هو بالنسبة له يعني سكر عالي وواطي طيب معانا على الشاشة توضيحي وات دكتور دي حاجة برضو من حالات الزراعة بتاعت حضرتك كده مزبط كلامنا كده ولا ايه احنا اقتحرنا على فكرة الصفحة بتاعت حضرتك واخدنا من ناس صور دي كلها ده شغل تركيبات تجميلية اه ده شغل تجميلة او اه ده شغل تجميلة احنا هتكلم عليه برضو حالا دلوقتي اه طيب احنا هنشوف حاجة برضو حالة زراعة كده مع حضرتك دلوقتي تصالينا على الشاشة ده تقوم تجميلة برضو اه اوكي طيب دكتور محمد ده اللي ظاهر معي دلوقتي حالا اللي هي التركيبات التجميلية اه في مفهومها واللي انا شوفته عند حضرتك فعلا في العيادة اه حاجة جميلة جدا موضوع التركيبات التجميلية دي وتقريبا حضرتك متميز بيها قوي الحمد لله الحمد لله طبعا رب العالمين تركيبات التجميلية دي في مفهومها زي ما احنا شايفين الشكل الجمالي اللي ظاهره مع عيننا دلوقتي مفهومها ايه وبتتعامل ازاي التركيبات التجميلية دي حاجات يعني فيه قشر بيتركب على السنان اسمه فينير اه طبعا ده بالنسبالك بينفع لكل الحالات بيغير شكل السنان خالص زي ما فيه صور معروضة حاليا اه فعلا انت صور جميلة جدا انا شايفها هيدا الواتف قدامي اه بيغير شكل السنان خالص لونها وجمالها وكل حال اه بيغير شكل السنان خالص طبعا واحنا بنعمله في السنان اللي الامامية طبعا اغلب الحالات بيجي ويقولك انا مثلا عايزي طبيد انا عايزة غير شكل السنان يعني طبعا واغلب البنات عموما أغلب المنات عموما يجوا عايزين يعملوا حاجة تجميلية تغير كل حاجة بالنسبة له بيجي مثلا يلجأ يعمل طبيد يجي يلجأ يعمل تركيبات تجميلية للفينيرز أو تركيبات سبتة سواء اي ماكس أو زيركن عشان يغير بيه شكل الأسنان أو عنده مثلا مشكلة في السنان سنته مكسورة أو حصل أي مشكلة في السنان طب إحنا عايزين يدروا حاجة سبتة مجيش يزعله بعد كده وفي نفس الوقت ما تغيرش لونها فنلجأ نحن نعمل تركيبات تجميلية زي ما هو معروض كذا حالة عند حضرتك نفس الشكل قبل وبعد قبل وبعد فعلا واضح جدا الفرق يعني حضرتك فعلا الفرق واضح جدا قدامنا على الشاشة هو ما شاء الله شكلها جميل جدا جدا وفيه فرق بين الأول وبين دلوقتي دي بالنسبة للتركيبات التجميلية حضرتك وضحت وقلت إنها بتتعامل لأي حد ولا أي سن آه طبعا لأي سن طبعا آه طبعا طيب في حاجة دكتور أنا طبعا سؤالي ده لمعانا صور ليه أنا اقتحامت الصفحة أو أخدت منها صور كثير بعد إذنك طبعا لكن في حاجة مشهورة بها البنات قوي ودي حاجة تكاد تكون يعني مملة قوي بالنسبة لي أنا بقول على مملة اللي هي عايزة أعمل على حسب الموضة بقى السنان الأرنبية آه عشان أعمل بقى فاهم حضرك الصور آه تمام تمام الدنيا بتاعة البنات دي أنا شفت حالات منها بنات آه سوري آسفة يعني آه ما يصحش إنها تتعامل إيه كلمة السنان الأرنبية دي وتتعامل ليه وإزاي طبعا يا دكتورة مبدئيا إحنا مش أي حاجة طبعا الموضة احنا هنمشوا عليها آه مش أي حاجة وطبعا مش كل معلومات هنطفد بصحيحة يعني في حاجات بتبقى مغلوطة في حاجات مش أي حد مثلا واحدة صاحبتي عاملة كذا يبقى أنت كمان تعمل كذا وينفعلك كذا ده طبعا مش كل حالات زي بعضها آه وطبعا السنان الأرنبية والحاجات دي كلها طبعا هو عايز يغير شكل السنان هو عايز مثلا ياخد صورة سيل في الكذا أو يعمل كذا كل ده كل ده أنا بالنسبة لك ده مظاهر آه ملوش يعني أنا عايز أقول لك ملوش أساسا من الصحة آه حاجة آه طبعا بالنسبة زي ما قلنا بالتركيبات التجميلية دي حاجة مهمة آه فبرضو ده برضو اللي هيتضح قدامنا دلوقتي حالة من حضرتك عاملها آه تركيبات وزراعة في نفس الوقت دي بقى بالنسبة للزراعة صح كده آه دي تركيبات تجميلية على زرعات آه على زرعات تمام كده آه طيب ودي زرعات فك كامل برضو ده زراعة الفك كامل آه ده اللي أنا عايز أسأل عليه حضرتك حالا دلوقتي الزراعة لدرس أو سن معين ولا ممكن فك كامل سواء بقى علوة أو صفلي سايا مش هتفرق آه آه ممكن نعمل زراعة يعني لفك كامل لا احنا ممكن طبعا نعمل زراعة الفك كامل طبعا مجال الزراعة دلوقتي حصل فيه طفرة كبيرة آه نحنا مش شرط ان احنا نعمل في حالة معايا طبعا بياخد بنج ويجي اشتغل زر حالات كلها دكتور رواط على الشاشة قدامنا آه مش شرط ان انا بالنسبة لي اعمل له مثلا حالة واحدة زرع سنة واحدة او سنتين او لا ممكن ازرعه لفك كامل وممكن فيه حالات بنزرعه لفك يعليه ويسفلي مع بعض ده طبعا راحة للبيشنت وفي نفس الوقت احنا حاليا فيه طبعا بدل ما نقعد وقته طويل وبدل ما نيجي نزرع زرع منذ العديد من 6 ل 10 شهور لحد العظم طبعا ما يلم عليها لا احنا بالنسبة لي فيه حاليا بس الحالات معينة حاجة اسمات زراعة الفورية يعني واحد مثلا عريس والله يفرحه مثلا كمان اسبوع 10 قيام واحد جاي ومسافر طبعا بالنسبة لي ما اجي اعمله زراعاته وعايز يخلص على طول مش هفضل قاعد انا مثلا بدون سنة من 8 ل 10 شهور ده اقل حاجة 6 شهور طبعا انا بالنسبة ليجي نعمله زراعات الفورية وطبعا دي بالنسبة لي فيه شروط معينة وحاجات معينة لازم توفر في الحالة عشان نعمله زراعة فورية خلال اسبوع اكون مركب له كل حاجة اه طبعا مركب له كل حاجة وده دلوقتي احدث حاجة دلوقتي نزلة بالنسبة للزراع اكيد طبعا اه وفيه حالات طبعا بالجنة بي فيها مشاكل بالعظم الاول فنيجي نعالج حالة العظم وبعد كده نبتد ان احنا نزرع عليها الزراعات اللي احنا عايزين مش كل الحالات زي بعض اكيد طبعا مش كل الحالات زي بعض طب سؤالي المهمة قوي دكتور دلوقتي بعد ازنح الطريقة طبعا خلع الدرس وزراعة الدرس في نفس اليوم اه في نفس الوقت هل دي حقيقة اه طبعا وازاي بتتعام لا احنا دلوقتي ده انسب حاجة انسب حاجة بالنسبة ان احنا بديجي نخلع عايزة اعرف بقى مفهومها بالنسبة لقمتها مثلا ايه بالنسبة صحتها او مدى صحتها ايه ان احنا بنخلع درس ناس مقلقة جدا اه طبعا وتقولك ايه طبعا انا رحت للطبيب وخلع لي درس وحطي زرع لي مكانه في نفس اليوم هل ده فهم اه طبعا دي مبدئيا بتبقى راحة للبيشنت نفس او الحالة نفسها بتبقى راحة جامدة بمعنى ايه ان احنا جينا مثلا خلعنا اه واستنيناش ان العضم يلم جينا زرعنا في نفس الوقت العضم اللي لما بيجي يلم بيلم على الزرعات طبعا الزرعات ما بيجيش العضب بعد كده ينزل يحصل له انتكاسة او ينكمش حوالي الزرع لا ده بفضي ان هو يلم علىها طبيعه ولا ستلم اكنها ما خلعتيش حاجة يعني انت مثلا لما دخلت قولي مثلا دخلت اخلع دلوقتي لا ده انطلحتك بزرعة ده ايه كده بالنسبة للحالة نفسها بتبقى راحة نفسية ان انت مثلا ده انا فرطت في درق بالنسبة للناس كتير بيدوروا على حاجة زي دي وفي ناس بالنسبة لما يجي نخلع ويجي نركبله الزرعات الفورية دي بالنسبة لها بنيجي نحمل عليها ويجي يستخدمها على طول هو نفسه لكنه ما خلعش حاجة ولا يجي يبرد بقى لجنبه ولا يجي يحط عظم ولا الكلام ده كله طبعا بس طبعا زي ما قلت لحضراتك فيه كل حالة بيبن مش زي بعضها يعني مثلا في حالات تنفع وحالات متنفعش انا فيه فيديو حاليا برضو خلعنا وزرعنا في نفس الوقت حالاتها عند حضراتك هم ياريت اه كده نشوف مع بعض اللي هو الدرس او السن اللي اتخلعت اه وفي نفس الوقت اه في نفس الوقت ياريت اه نشوف كده حاجة مع بعض كده اه طيب اه دكتور اه طبعا انا يعني معلش مفهوم الزراع كده حضرتك وضحته اه بطريقة اه جميلة وبطريقة اه يعني متاع وفيه فيديو دلوقت حنشوفه على الشاشة معانا بيوضح لنا الكلام ده اللي هو بالنسبة للزراع في نفس الوقت او في نفس اليوم اه ده الفيديو ده حالة من حالات حضرتك برضو اه بزرط ايوه في نفس الوقت ده واحنا بنزرع اه في نفس الوقت اه وده طبعا جهزه الزراع احنا هنا خلعنا له وزرعنا له في نفس الوقت في نفس الوقت اه لا دي حاجة جميلة فعلا وحاجة مبهرة اه ودي بتطم الناس كتير انا مش عايزة بقى اتعرض النهاردة في الخلع وبعد كده اجي اتعرض لزراع اه طبعا هل ده ينفع ده منفعش لا دكتور محمد دلواتي طمنا وقال لنا ان فعلا ده ينفع ودي حالة من حالات حضرتك فعلا في المكان اه طبعا بعد ما شرحنا اه يعني ايه تركيبات ويعني ايه زراع وايه الفرق بينهم احنا كده معانا بنطمن الناس بنقول الزراع يا جماعة اه مش مكلفة مقارنة بالتركيبات لمميزاتها طبعا لمميزاتها الكتير اللي حضرتك قلتها المدة الزمنية الشكل الجمالي اه حاجات كتير جدا تمام الزراع في نفس اليوم اه كل ده اه لكن التركيبات التجميلية اللي حضرتك فعلا متخصص فيها وده الشكل الجميل اللي انا شفته اه مع ناس كتير عند حضرتك في المكان اه دي حاجة لطيفة وجميلة بس سؤالي بقى يعني سوري المحرق شوية هل نفس التكلفة المادية بالنسبة للتركيبات التجميلية هي نفس الزراع ولا التركيبات التجميلية بتبقى أقار لا التركيبات التجميلية حاجة والزراع حاجة تانية خالص وطبعا اي حد بيعمل اي شغل تجميلي اي حد ما انا عشان خاطر اجل اعمل حاجة كويسة لازم اكيد هتبقى غالية مش هتبقى رخيسة بس طبعا مقارنة بزراع حاجة ازراع ان انا بعوط حاجة مفقودة ان انا مثلا خالع درس فبحط مكانه زرع وبركب عليه عادي بدون ملجأ لان ابرد وعمل بريتش اما التركيبة التجميلية ان السنان قردي موجودة اصلا يعني السنان موجودة معايا وفيها مشاكل سوى مثلا سنة مكسورة سنة لونها متغير سنة مثلا في تسويس قريب من الجدر في اي مشكلة في السنان احنا من غير بقى الشكل السنان بحاجة سبتة تجميلية سبت اه الجا بقى ان انا اعمل مثلا طبيد وبعد كده فينير او اعمل تركيبات اي ماكس او اعمل اي حاجة ده اسمه تصليح لكن ده اسمه زرع اه ده حاجة ده حاجة تانية اه طبعا احنا في حالات طبعا بيجيونا اه بنيجي الاول مسلا هو مسلا السنان ومعاوجة او فيها مشاكل او اي حاجة من دي طبعا عايزة تيجي تعمل تركيبة تجميلية مثلا زي صاحباتها عاملة معايا فعايزة تيجي تعملية كمان تركيبة تجميلية اه اه فالسنان طبعا يعني لسه معاوجة مش مزبطة معانا ليجي الاول نلجأ نحن نعملها تقويم نعدل شكل السنان وبعد كده نعمل تركيبة تجميلية اه بنشكر حضرك دكتور محمد في نهاية الحلقة وكنت بتمنى الوقت يطول اكتر من كده لان حركة افتتنا افادة جميلة اه وبتمنى في حلقتنا القادمة مع حضرتك بإذن الله يكون لنا معلومات طبية اكتر واكتر مع حضرتك شكرا لحضرك دكتور محمد ان شاء الله يا دكتور احضر امرك اشتركوا في القناة